موسيقى اليوم نظمت المؤسسة الدبلوماسية في الريباك لقاء تناول مؤتمر ميدكوب الذي ستحتضنه مدينة طنجة شهر يونيو المقبل محمد الوهيبي وسعد جاسي المرتقى الدبلوماسي في دورته الثالثة والعشرين بعد المئة استضف القائمين على تنظيم مؤتمر ميدكوب والذي اختار له القائمون عليه شعار اي دور حاسم للدبلوماسية المناخية على مستوى دول حوض البحر الابيض المتوسط لقاء تم خلاله بسط معطيات حول المؤتمر المرتقب والترويج له تتشرف المؤسسة الدبلوماسية باستضافة منظمه مؤتمر ميدكوب هذا المؤتمر البيئي الذي ستحتضنه مدينة طنجة في شهر يونيو وهو اصبحت قليدا لان الحمد لله هذه ستلتقيم الدور الثالثة له اليوم السفراء مع اللجنة المنظمة لمؤتمر طنجة سيتمكنون من الترويج من التعريف من اجابة على الأسئلة الدقيقة التقنية لجعل من المغرب عاصمة المناخ اجتماع لبسط اهمية المكان البارز لمؤتمر ميدكوب والابعاد والاهداف التي سينظم من اجلها وضمنها المحاور ذات السلب المناخ والتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية كرسالة الاولى هو بينو يعني نسويق لواحد المؤتمر ان شاء الله اللي عايقون يوم 22-23 يونيو في مدينة طنجة بميدكوب اللي عايقون تحت رعاية صاحب جليل وهذا اللقاء هو لقاء انفتاح كذلك ونحس باشكالية دي المناخ رهانات عدة مطروحة كما جاء في المداخلات ومؤتمر ميدكوب بطنجة سيحاول من خلاله المغرب بتجربته تقديم اقتراحات كفيرة للحد من اثار التغيرات المناخية والحفاظ بالضرورة على الموارد الطبيعي وحماية البيئة ترجمة نانسي قنقر